يصوت سويسريون اليوم عبر استفتان شعبي على مبادرة الحض من هجرة إلى جانب سويسرا ويعتبر 23% من سكان سويسرا البالغ عددهم حوالي 8 مليون نسمة من الأجانب ويزيد عدد الأجانب الذين يهجرون لسويسرا الدولة ذات المستوى المعاشي المرتفع بمقدار 80 ألف شخص سنويا المبادرة هذه تقدم بحزب الشعب السويسري ذو لتجاه اليمين المحافظة نوظفهم عند الحاجة ولا نوظفهم عند ما لسنا بحاجة لهم إن الاقتصاد هو من يحدد ما هو مطلوب ثم الحكومة تقرر ما هي القطاعات التي ينبغى تستقبل مهاجرين أجانب ثلث اليد العاملة في سويسرا يعملون في السوق الأوروبية فإذا كانت هناك تنازلات الوصول للسوق الأوروبية وإذا كانت هناك تنازلات الوصول للعمال مهلين من أوروبا فلدينا مشكلة كبيرة في حال حصول المبادرة الشعبية على موافقة السويسريين فإن البلاد ستتعرض لصدمات شديدة مع الاتحاد الأوروبي الذي لن يقبل أي انتهاك لقواعد التسهل مع المهاجرين دخل دوله الأمر الذي سيهديد الوضع المتميز لسويسرا فيه كسوق بينية لأضائحه شكرا